قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين عثماني أن انتشار فيروس كورونا في بلاده لا يزال في المرحلة الوبائية الأولى وأن الإجراءات المتخذة تتناسب مع المرحلة الثانية من انتشار الوباء وضاف العثماني في مقابلة مع الجزيرة أن حكومته قد تتخذ إجراءات أكثر الصرامة للحد من انتشار الفيروس نطلب من المواطنين طوعا أن يبقوا في بيوتهم ولا يخرجوا إلا لحاجة حقيقية إما للتسوق وإما للدهب إلى العمل عندما يكون الدهب إلى العمل ضروري بالنسبة للناس الذين لم تغلق محلاتهم أو أماكن عملهم أو للتداوي مثلا أو شراء الدواء أو ذهب إلى الطبيب من غير هذا فمطلوب من المواطنين أن يبقوا طوعا لكن يمكن في المرحلة المقبلة أن نقيد حركة المواطنات والمواطنين أكثر وشدد العثماني للجزيرة على أن الإجراءات الحكومية تسعى لتجاوز خطر مستقبلي ودعا العثماني الجميع إلى التعبئة وتجاوز الخلافات والعمل على حماية الوطن تعبئة المواطنات والمواطنين زادنا نحن المسؤولين حماسا في العمل وأحسسنا بأن هناك تفاعل قوي جدا وأريد أن أؤكد أن الجميع معبئ الجميع معبئ ليلة نهار لمواجهة هذه الجائحة ومواجهة آثارها سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية وهذه اللحظة تحتاج فعلا إلى أن نتجاوز الخلافات السياسية والحزبية أو غيرها والهدف الوحيد هو حماية صحة الوطن حماية صحة المواطنين وأيضا العمل لتقوية الاقتصاد الوطني وتجنيبه المزيد من التداعيات في المرحلة المقبلة